لجأت شركة والمس المنتجة لقنينات الماء سيديعلي إلى حملة إعلانية جديدة لفك عزلتها بعد أن أعلنت منسل نادتها الرسمية للمنتخب المغربي في كأس العالم روسيا 2018 بشعار الشريك الرسمي للمنتخب الوطني لمدة 15 عامة واستعملت سيديعلي التي تعيش مقاطعة شعبية لشهرين إلى جانب حلب سونترال وإفريقيا غاز في حملتها وصومار عاطفية مثل 15 دليل التشجيع 15 سنة ديال أحاسيس 15 سنة وسيديعلي على الرأي الرسمي للأسود وفي رسائل تبدو استجدائية لتعاطف المغاربة روجت سيديعلي لحملتها عبر صفحات التواصل الاجتماعي وعبر صفحتها الرسمية بهاشتاغ ديم المغرب 15 سنة ديال عشراء واعتمدت الشركة المشمولة بالمقاطعة الشعبية اطلق زجاجات صغيرة مع تصميم مخصص لكأس العالم مع وجود علامات حمراء تحمل أرقام المنتخب الوطني وسدادة في اللونين الأحمر والأخضر في محاولة لملامسة الشعور الوطني للمغاربة ولجلب تعاطف شعبي للعلامة وتعمل العلامة التجارية سيديعلي على إطلاق حملة إعلانية واسعة بهدف تكسير طوق المقاطعة التي خنقت قنيناتها وأثارت على مؤشرات أسهمها وأدت إلى توقف خط إنتاج ماء سيديعلي لمدة طويلة فيما تطرح أسئلة عدة حول قدرة الشركة المملوكة لمريم بن صالح رئيسة الفاترونة السابقة في إعادة بناء الثقة مع المستهلك المغربي وكسر المقاطعة من خلال حيلة مساندة المنتخب الوطني